اكد سعادة المهندس والبناصر المبارك وزير شؤون البلديات والزراعة أن إقامة معرض البحرين الدولي للحدائق يعكس حرص مملكة البحرين على توفير بنية متكاملة من الخدمات للمواطنين والمقيمين وأشار المبارك الأهمية معرض البحرين الدولي للحدائق في تطوير منظومة الحدائق والمرافق العامة في مملكة البحرين وتبادل الأفكار والخبرات والتجارب في هذا الملتقى المهم ودشن الوزير المبارك في جناح الوزارة تطبيق حدائق البحرين والذي يعتبر منصة لجميع الحدائق تمكن أفراد المجتمع والزائرين من التعرف على الحدائق ومواقعها إضافة إلى العناصر الأساسية الموجودة فيها وأضح الوزير المبارك أن فكرة تطبيق حدائق البحرين تقوم على وجود قاعدة بيانات لجميع حدائق البحرين متاحة للجميع وذلك عند الحاجة للبحث عن أي معلومات حول هذه الحدائق من حيث موقعها ومرافقها إضافة إلى عرض صور للحدائق في الموقع ترجمة نانسي قنقر